السلام عليكم شباب الصف الولي السنوي ان شاء الله نرد نحن مع بعض تمارين تمانية واخر التمارين معنا تخص منهجنا ان شاء الله على عكس نظرية ثلاثة تعالوا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بصلاة والسلام على الرسولين الكريم فأولا سئلة الاختيار من التعدد يقول لي اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة الرقم واحد في الشكل المقابل سيتا تساوي نقط سيتا اللي هي الزاوية اللي فودي لو تلاحظ ان هو مديني ان به ميم منصف يعني الزاوية دي تساوي الزاوية دي ومديني ان ميم جيم منصف لزاوية جيم تستنتج على طول ان الالف ميم منصف لزاوية ألف لان المنصفات تتلاقى جميعا في نقطة واحد المثلث اللي تحت ده فيه زاوية الرأس دي من الدرجة يبقى الزاوية اللي بالأخدر دي والزاوية اللي بالأصفر مجموحهم 80 درجة عشان مجموح زاوية المثلث 180 طب انت معاك 2 أخدر و2 أصفر يعني 80 زائد 80 ب160 80 زائد 80 ب160 المثلث كله 180 يبقى الزاوية اللي فوق 180 ناقص 160 ب20 درجة السيتة نصف لعشرين لان هي منصف الالف ميم منصف يعني اسم هالي الزاويتين متساويتين 20 على الاتنين فيها العشر رقم اتنين بيقولي في الشكل المقابل اذا كان به ينصف زاوية ألف به دا وجيم ه ينصف زاوية ألف جيم دا فان دال منتصف به جيم لا طبعا انا قبل ما نكمل الاختيارات طبعا دا منصف وده منصف يبقى دا كمان منصف اللي هو ألف هي لان المنصفات الدخلة للمسلس تتلقى في نقطة واحدة فديه غلاط تعالى بنكمل هي منتصف ألف دال برضو مفيش دليل على كده تعالى كده كده ألف دال ينصف زاوية به ألف جيم هي دي هذا منصف ألف دال لا ينصف زاوية به ألف جيم رقم تلاتة بيقولي في الشكل المقابل ألف به عمودي على ألف جيم ميم هي نقطة تقاطع منصفات الزاوية الدخلة للمسلس ألف به جيم فإن قياس زاوية به ميم جيم دعي بالك دي نقطة تتلقى المنصفات يعني دا كده بيمزاوية الزاوية دي وده كده برضو بيمزاوية الزاوية دي المسلس أو عايز قياس زاوية به ميم جيم المسلس دا قائم الزاوية 90 درجة فإحنا هننزل بدا كده عمودي عشان نعمل كمان مسلس قائم هنا وهنا دا كده منصف يعني دي 45 ودي 45 دي 90 تبقى دي كلها 45 النحية الثانية نفس النظام دي 45 دا منصف يبقى الزاوية دي 22.5 والزاوية دي 22.5 هنا 22.5 وهنا 22.5 يبقى عشان نجيب الزاوية دي هنعمل 180 ناقص 22.5 زائد 22.5 اللي هي 180 ناقص 45 اللي هي 135 درجة رقم أربعة بيقول لي في الشكل المقابل أي مما يأتي صحيح طيب لازم يبقى عندك قوت ملاحظة الأول انت بنتكلم في منصفات لو بصيت كده على الألف ب والألف جيم هتلاقي النسبة بتاعتهم 6 على 9 اللي هي 2 على 3 لو بصيت على البيه دال والدال جيم هتلاقي النسبة بتاعتهم 4 و 2 من 10 على 6 و 3 من 10 تبقى برضو 2 على 3 هتلاحظ ان النسب متساوية معنى ان النسب متساوية ان الألف دال ده منصف داخلي طب هل هنا في منصف داخلي لا طيب ممكن نقول ان زاوية به ألف دال يساوي زاوية جيم ألف دال هل دي موجودة؟ أيوه فهما دول بداية الاحتمالات اللي تيجي في دماغك ما جاتش في دماغك تطبق القانون بتاع المنصف ألف به في ألف جيم ناقص به دال في دال جيم تحت الجزر هنا عاكسهم عشان كده غلط فلازم تتدرك في الترتيب الأولويات كده رقم خمسة بيقولي في الشكل المقابل أي مما يأتي يكون كافيا لإثبات أن ألف دال ينصف الزاوية الخارجة عن المسلس ألف به جيم نعتبره منصف ونطبق قاعدة التنصيف دال ب على دال جيم تساوي ألف ب على ألف جيم ركز معي كده يعني سنجدها قدامنا بكل بساطة ألف به على ألف جيم ودال ب على دال على لا مش هي لأن دي به جيم وأنا هنا دال جيم فلا مش هي طبعا ألف دال دي مش تبعنا خلص طب هنا ألف به على ألف جيم أها إيه هنا جيم دال أو عكسها لا ركز برضو غلط مدى بنشغل الاختيار ده ألف به في دال جيم عمل مقص ودال به في ألف جيم هي دي في رقم ستة بيقول لي ميم دائرة ألف به قطرة فيها قطرة دية مهمة ألف هه ب 15 سنتي به هه ب 20 سنتي ألف جيم ب 21 سنتي جيم هه يقطع الدائرة في دا قياس القوس ألف دا قياس القوس دا قياس القوس دا قياس القوس دا لازم تجيب الزاوية دي طب نجيب الزاوية دي ازاي انت معك القطر كله هه يبقى 35 سنتي وده كده 21 سنتي خلي بالك القطر الدائرة لو جيت رسمت مسلس او الزاوية المرسومة في نص دائرة بتبقى قائمة دا 21 دا 35 يبقى الجيم به هنطبق في صغورس 35 تربيع نقياس 21 تربيع نقياس 28 سنتي طيب نركز كده دا 21 وده 28 وده 15 وده كده 20 هنشوفه ما يساوي ولا لا يساوي هتلقى للحزبة 21 على 28 ثلاثة على اربعة 15 على 20 ثلاثة على اربعة النسب متساوية طالما النسب متساوية يبقى دا منصف داخلي يبقى الزاوية دي 45 والزاوية دي 45 خلي بالك انا عايز قياس القوس القوس دا القوس دا القوس بيساوي ضعف الزاوية المحيطية دي 45 يبقى القوس بتسعين درجة ايه هتقول انه هو 45 كلام دا لو زاوية مركزية القوس بيساوي كده الزاوية المركزية لكنه يساوي ضعف الزاوية المحيطية ننتقل لرقم 7 بيقولي في الشكل المقابل مديك شوية ابعاد كده ومديك منصف داخلي ايا مما يأتي خطأ تعالى الاول نطبق المنصف الداخلي ده 21 على ال 14 هات القريب من ناحية ال 21 15 على السين هات السين 15 في 14 على 21 تبقى 10 يبقى السين بكام بعشر تعالى بقى شوف الارقام دي 18 على 27 والقريبة منها 10 على 15 اعمل كده النساء اثنين على الثلاثة وعشر على الخمستاشر اثنين على الثلاثة يبقى ده برده منصف انا معرفش بقى مدينة موجودة في الاختيارات ولا لا بيه ينصف زاوية ألف بيه جيم شكرا هي دي طب بقى المعلومات معرفش صح ولا غلط بس هو سواني ده بيقولي ايا مما يالي خطأ دي صحيحة طيب تعالى نشوف الباقي جيم هي بعشرة ايوه صحيحة انا عايزين الخطأ به باربعة جزر واحد وعشرين تعالى نجيب به طمنتاشر في سبعة وعشرين ناقص عشرة في خمستاشر طمنتاشر في سبعة وعشرين ناقص عشرة في خمستان اربعة دي صحيحة ده هي تساوي اتناشر ده هي اتناشر جزر اثنين اكيد هي الغلط هو ده الحل ولكن تعالى برضه نتأكد هتتأكد زي مستانج يبدالها من نفس القانون ادي اربعة داشر في واحد وعشرين ناقص خمستاشر في عشر تبقى اتناشر بس هي اتناشر جزر اثنين يبقى هو ده الاختيار رقم تمانية بيقول لي اذا كان مساحة المثلث يسوي تلاتين سنتيمتر مربع مساحة المثلث ألف جيم دال أربعين سنتيمتر مربع فان ألف دال عمودي على بهجيم مستحيل ده يكون شكل عمودي يعني ينصف الزوية به ألف جيم واحتمال يكون منصف احتمال يمر بمنتصف بهجيم وارد كل ما سبق تعال نحلها مع بعض ونشوف لو تلاحظ ان المثلثين دول مساحتهم تلاتين واربعين مشتركين في الرأس يعني يعني الارتفاع بتاعهم واحد بص جده على مساحة المثلث ألف بهدال على مساحة المثلث ألف دالجيم مساحة المثلث ألف بهدال نصف القاعدة اللي هي بهدال في الارتفاع سميعي ايه ألف دالجيم نص القاعدة في الارتفاعي ضيع ده مع ده يبقى نص والنص يروح مع النص كمان يبقى بهدال على دالجيم يساوي مساحة المسلس البهدال 30 على ألف دالجيم 40 يبقى البيهدال على دالجيم 3 على 4 يبقى الزاوية دي قد الزاوية دي وده 3 إلى 4 فإن ألف دال تعالى كده نطبق النسب 9 على ال 12 و3 على ال 4 طبعا أنا ما بقولش ان ده منصف أنا هتطبق النسب هشوفه منصف ولا لا 9 على ال 12 3 على ال 4 طبعا ما النسب متساوية يبقى ألف دال ينصف زاوية به ألف جيم كده شباب كون انتهينا من حل تمارين 8 فيديو بسيط وسهل وسعر وصغير ولذيذ أتمنى أنكم استفادتم من الشرح استفادة لاكبر وكبر لا تنسوش لا تنصر لعركم الموضوع لكي تسعب لكي تسعب لتفاصيل لا تنسوش تدعمونا باللايك وشير وسبسكرايب دعوتكم وكومنتاتكم صدقوني هي حافز لنا عشان كامل استمر احنا بنبتغي وجه الله بالعمل ده فيعني دعوتكم أنا مش محتاجة حاجة انك بكتب لكومنت إيجابي وتدعيلي ده ببسيطني جدا جدا بيخلينا أقوم وسجل لما حد بكتب لنا مستر احنا معتمدين على ده وربنا يجزيك خير ده اللي بيخلينا أقوم أكمل فما تنسوش بالدعوات بتمنى لكم كل التوفيق وشكرا وسلام الله عليكم